روسيا بعتت طيارة شبح سخوي 57 لمعرض الصيني الجاوي تشوهاي وتم عرض الطيارة الروسية أمام الجمهور المدني اللي زار المعرض لأول مرة أن روسيا بتسمح دلوقتي للمدنيين خارج روسيا بمشاهدة والتصوير جانب الشبح الروسية لكن حصلت مشكلة كبيرة أن الجمهور المدني الصيني اللي راحل معرض الصيني الجاوي اتفاجئ أن شبح الروسي تصميمها متخلف جدا الطيارة مليانة عيوب تصناعية وده صنع ضجة على مواقع السوشيال ميديا وتقال للمطيارة الروسية سخوي 57 لا ترقى بأي حال أنها تكون مقاطة جيل خامس السؤال دلوقتي هل فعلا الكلام ده صح؟ وهل فعلا من سخوي 57 مليانة مشاكل؟ تعالوا بنا نعرف التفاصيل ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين وما تنسوش رجالة دعم القناة لايك شير سبسكرايب للقناة روسيا بعثت طائرة شبح سخوي 57 لمعرض شهاي الصيني الجوي في أول زيارة خارجية العجيب أن الجمهور المدني الصيني أمرحشها في الطائرة الروسية وبدأ يتصور جنبها اتفاجئ أن تصميم الطائرة غابي جدا ومليانة مشاكل وعيوب فنية زي كده ما هو واضح في الصورة لحمات بينة وواضحة والمسامير معمولة بشكل عشوائي تحس كده أن الشبحة الروسية سخوي 57 معمولة في الورش على الإيد مش مصنع مقاتلات محترم وكمان ألواحة طيارة مش متثبتة بشكل كويس باختصار جماعة منظر المقاتلة سخوي 57 صعب جدا وده صنع أكبر موجة سخرية في الصين من طائرات الشبحة الروسية سخوي 57 طبعا المواقع الغربية ما بتصدق الكلام دوت انشور يابني بسرعة واطلع أقول أن روسيا ضايع في صناعات المقاتلات الشبحية من الجيل الخامس وعلى طول الخبر اتنشر في كل وسائل الألام الغربية العالمية وتعامل أكبر موجة تشويه للصناعات الجوية الروسية وتشويه لبرنامج روسيا في صناعات مقاتلات الجيل الخامس روسيا ردت على حملة التشويه ديت وقالت أن نموذج اللي راح معرض صين الجوي بيعاد نموذج أولي وكان من أوائل المقاتلات أو أوائل النمازج اللي عملتها روسيا في إطار خطة تطوير المقاتلة الشبحية سخوي 57 بالتالي النموذج اللي راح الصين مشيها نفس الطيارة اللي بتنتجها روسيا دلوقتي في أحد الصراز منها سخوي 57 أم وعشان كده طبيعي أن النموذج الأول من سخوي 57 يظهر فيها عيوب تصناعية بسبب أن المصنع الروسي كان عارف كويس قوي أن النمازج الأولية ما بتكونش طائرات مستدامة بتتعمل بس لأغراض التدريب الاختبار يعني يدوب تطلع في الجو وتنزل تاني وإن المصنع الروسي ما بيتامش بتصميم النمازج الأولية بشكل محترف بسبب رغبة روسيا في عدم استنفاذ أموال كتير في برامج المقاتلات وعدم الحاجة لإنتاج نمازج أولية بشكل احترافي عشان توفير الميزانية وده كلام منطقي جدا النموذج الأول مقارد طيارة اختبارية بيتم مثاء اختبار المعدات اختبار المحرك اختبار الطلاق الشبحي ومكونات المقاتلات فمش مهمة أوي أنك تعمل بدن طيارة زي ما بيقول الكتاب بالضبط وده في إطار حرص روسيا على عدم استنفاذ أو سلاك أموال ميزانية كاملة خاصة بالبرنامج في صناعة نمازج أولية ملاش لازمة بعد كده وده جمع إجابة السؤال الأول أن روسيا أصلا متعمدة ناتبعت نموذج أولي لمقاتلة شبح سخي 57 لمعرض الصيني الجوي بالتالي انتقاد زوار المعرض الصيني لشكل المقاتلة سخي 57 الروسية مش مؤثر على صمعة السلاح الجوي الروسي أو الصناعات الجوي الروسية نخش دلوقتي على السؤال الثاني ليه أصلا روسيا تبعت النموذج الأولي لسخي 57 ليه روسيا ما بعتتش للصين أحد الصراز من الشبح الروسية من نوع سخي 57M اللي بتم إنتاجها في روسيا دلوقتي عندنا يا رجال أكتر من سبب السبب الأول أن شبح الروسي هيروح الصين في معرض الصين الجوي والطيارة راحت بشكل مفكك عن طريق طريقة نقل عسكري روسيا من طراز أنتينوف 124 وتم إعادة تجميع الشبح الروسية مرة تانية داخل المصانع الصينية فمش منطق إن روسيا تبعت أحدث طيارة عندها أو أحدث نسخة عندها من سخي 57 ودخلها للمصانع الصينية عشان بعد كده الخبراء الصينيين يعرفوا أسرار الشبح الروسية وأسرار الأجزاء الحساسة داخل الطيارة وطبعا نحن عارفين أن الصينيين في الحاجات دي ما بيتوصوش على طول بيقوموا باستنساخ المقاتلات الروسية والتكنولوجيا الروسية وده بيعرض صناعات الجوال الروسية لخسار فادحة يعني دلوقتي الصين أما تستنسخ المقاتلات الروسية الشبح بدل ما العملي الأجنابي هيروح يشتري دلوقتي المقاتلة الروسية الشبحية ويكسب روسيا لقى ساعتها يروح يشتري مقاتلة صينية أرخص وليها في الأصل المبنية على التكنولوجيا الروسية وإن روسيا بتخسر صفقات أسلحة كتير بسبب الصين وسبب عمايل الصين في الاستنساخ والتقليد بالتالي روسيا كانت خايفة من تسريب أسرار أحدث نسخة من الشبح الروسية سخوة 57M عن طريق المهندسين الصينيين وإن اخترت روسيا أقدم طيارة عندها من سخوة 57 نموذك أولي متخالف اختباري تدريبي وتقلدوا بقى المقاتلة القديمة أو النموذك القديم بتاعنا المعمول على الإيد السبب الثاني اللي خلى روسيا تبعت نموذك متخلف أولي من سخوة 57 إن روسيا جماعة ما قدرتش تبعت نموذك متقدم متطور من سخوة 57 لأن عدد المقاتلات الشبحية في روسيا ما زال قليل وكل الطريق الروسية الحديثة من أنواع سخوة 57M موجود دلوقتي على خط المواجهة في أوكرانيا وبتشارك في عاملات حرب أوكرانيا وبتقدم الشبحة الروسية مهام التغطية الدفاعية والإلكترونية لأسراب سلاح الجو الروسي وبتقوم بتدمير شبكات دفاعات قوات النيتو وكمان موجودة دلوقتي عشان تقوم باستياد أي مقاتلة أمريكية تظهر على ششات الرادار من أنواع F-16 ممكن تكون شايلة وسال حرب أمريكية محزورة إحنا عارفيني نزلينيسكي كان بيجهز من فترة لتنفيذ هجمات بعيدة المادة على روسيا واستعمال أسلحة غير تقليدية وقناة بالقذرة زي كده ما قلت مبارح في فيديو انتصار ترامب في المعركة الانتخابية بالتالي زلينيسكي ممكن يقوم دلوقتي بقي حاجة مجنونة قبل ما يمسك ترامب الرئاسة الأمريكية وبدون إذن من أمريكا ويروح يهاجم روسيا بأسلحة أمريكية بدون إذن أمريكي عشان يورد أمريكا في حرب مباشرة مع روسيا ويكبر زلينيسكي ترامب إنه يستمر في خطط دعم أوكرانيا قدام روسيا وأنا قلت قبل كده كتير قوي إن زلينيسكي خصم مجنون والخصم المجنون ده واحد ما تدرش تتوقع ردود أفعاله ممكن يعمل أي حاجة وما يوصل لحالة الياس الكاملة ممكن يهد المعبد عليه وعلى الكل المبدأ الشمشوني عليه وعلى أعدائي وإن روسيا بتتجهز دلوقتي وتتحوط لازل احتمال الخطر جدا من خلال حجد جميع أعداد مقاتلات شبح الروسيا الحديثة سخي 57M على خط المواجهة مع أوكرانيا إسعدادا لإعتراض وإسقاط أي مقاتل أمريكية من F-16 ممكن تظهر بشكل مفاجئ وتكون شهل أسلحة أمريكية خطيرة جدا بالتالي شبح الروسيا مش فاضية أصلا دلوقتي عشان تروح معرض الصين الجاوي تشوهاي وهنا روسيا اختارت إنها تبعت للصين نموذج قديم أولي من سخي 57 اتعمل من بتاع 15 سنة كده ومش هو النموذج الحديثي اللي بتشتغل عليه روسيا دلوقتي وده جمع العمل لابسي عند الجمهور المدني الصيني سخي 57M أقوى مقاتلة شبح في العالم دلوقتي من الجيل الخامس وأول مقاتلة من الجيل الخامس تخط حرب فعلية حقيقية في مواجهة غابات من وسائل الدفاع الجو الأمريكية والفرنسية والألمانية بعيدة المدى وإدت شبح الروسيا إنها تنجح في الاختبار العسكري الصعب جدا وإدت شبح الروسيا سخي 57 إنها تهاجم قوات أمريكا والنيتو بأسلحة وصوريخ أسرع من الصوت بعيدة المدى وإدت تجمع أنها تعمل رقم قياسي عالمي في إسقاط مقاتلات أوكرانية أمريكية من مسافات تتجاوز 280 كيلو متر بالتالي شبح الروسيا أثبتت نفسها دلوقتي إنها وحش جوي بكل المقاييس وهنا طبعا وسائل الإعلام الغربية بتحاول دلوقتي إنها تشوي سمعة الشبح الروسيا السخي 57 عشان تمنع العملاء الخارجيين إنهم يتعقدوا على المقاتلة الروسية الشبحية بالتالي برنامج روسيا يجد صعوبة في مواسطة الإنتاج والتسويق بما يوكبد روسيا خسار كبيرة في المنافسة في السؤول علامي لصدرات السلاح العالمية قولا واحدا السلاح الروسي رقم ويعت في العالم من حيث جودة الصناعات الخامات المستخدمة سلاح للخدمة الشاقة ما بيتعبش ما بيعطلش وبيتحمل أصعب ظروف المناخية والجوية بكده الفيديو خلص لو أعجبكم الفيديو ما تنسوش دعم القناة لايك شير سبسكراب للقناة أشوفكم الفيديو الجديد إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته